لعلم بقى لحوم دياما شفت المباراة زي مباركة مهمة ونقصه جيجا بالنسبة لأهلي رفع للضغوط كلها اللي موجود على النادي الأهلي وشايفين كل الفرقة العربية ويبقى النادي الأهلي دايما يعني فخر الفرقة العربية كلها الفرقة العربية كلها مع كامل الاحترام للوداد والترجل والفرقة اللي بتاخد بطولات وبتظهر شباب بلوزداد نهار ده خسير أربعة وخروج شباب بلوزداد كمان لكن بكتمك على الفرقة اللي خد البطولات في السنوات الأخيرة كلها موسم اتنين وبتعضلها خمس ست سنين عشان تعمل جيل يبتري يعمل ده تلاقي المعدلة دايما والرمز الغريب والفرق الغريب الوحيد في أفريقيا من بداية القرن الحالي اللي في حتة الواحد والأهلي ده مش كلامنا ولا رأينا البطولات والأرقام بتغيير الأجيال بغياب عناصر تغيير مدربين تغيير إدارات بالمناسبة بتغيير إدارات طبعا كابتن حصر حمدي المهند حمود طاهر كابتن حمود الخطيب بتغيير الإدارات بتاخد بطولات الدوري واقف الدوري شغال بتاخد بطولات قادر انك تعمل ده على قل بتوصل لنهائي يعني لو مش تاخد بطولة هتوصل لنهائي يبقى الرقم الأصعب في معادلة الكرة الأفريقية هو النادي الأهلي بلا شك النقطة التانية انه لما تيجي تشوف كل الفرقة العربية يهم بتنتظر الرمق الأخير الجولة الأخيرة تنتظر معجزة انه الوداد يفوس في مباراته الأخيرة وسيمبل اللي عنده مواجهة سهلة جدا جدا على أرضه معه جوانجالاكسي البوتسواني ما يكسبش وده صعب جدا ففرص الوداد ضعيفة النقطة التانية انه قدر مارسل كولر في ظل أجواء صعبة من غيابات وإصابات وإرهاق وتغيير رحلة وملعب صعب يحمل ذكريات أليمة للكرة المصرية ويحمل ذكريات أليمة غانة عموما تحمل ذكريات أليمة محدش مفيش فريق مصري بيكسب فريق في غانة من الفرقة الغانية والفرقة الغانية أبان داون دايما قل هو يحمل ذكريات أليمة ليا أنا حاجتلك قبل كثير أنا مبلح وأنا بفرق على المباراة ملعب كماسي ده للأسف ملعب كماسي ده اللي خسرنا مبارات منتخب مصر ستة واحد تسفير كاسة عالم مع بوب برادلي كنت حاضر أنا في المباراة دي وده بيأكد على صوت المباراة طبعا رغم اختلاف الموقف لا انت كنت حاضر لا انت كنت حاضر لا انت كنت حاضر